وهذا المهم هو اختيار ما يناسبنا في سوق العمل وأننا ننظر إلى العرض والطلب كيف اليوم أدخل هذا السوق وأشوف وأقيم ماذا يحتاج هذا السوق إحدى المشاكل اللي عم تصير عنا أنه ما عم ندرس قبل ما ندخل على الجامعة سوق العمل وإحتياجاته فبتلاحظة مثلا نقول السوق العمل بيتحمل 100 ألف وظيفة محاسب بنلاقي نحن عنا أكتر من 200 ألف 300 ألف خريش كل سنة وهذه مشكلة الدور فيها بيكون أولاً للمدرسة والأشخاص يعني المربين اللي لازم يوجهوا تلاميذهم وين اختصاصاتنا اللي لازم يعوزها سوق العمل لاترون في القريب العاجل لأنه مثلاً هعطيك اختصاص مثل التمريد دائماً بتشوفي أنه اختصاص التمريد الطلب عليه عالي جداً ولكن العرض قليل جداً وهذا السبب أنه نحن ما عم نوجه التلاميذ شو ناقص العمل وشو ناقص سوق العمل لحتى نقدر نعمل هذا التوازن وهذا السبب كمان بعلي نسبة البطالة أنا دائماً بقولوا أن نسبة البطالة مش دائماً هي بوجود فرص العمل هي بعدم دراسة سوق العمل بشكل صحيح ونعرف شو متطلباته وشو لازم نحن نخرج وقديش العدد اللي بيتحملوا سوق العمل وقالنا نحن هنعلي سوق البطالة وحيصور تلاميذنا ما بتشترك موسيقى